الشرطة النهاردة يوم من ايام الوطن يوم الشهيد بنحتفل يوم 6 اكتوبر بنحتفل يوم عيد النصر بنحتفل ثورة 23 يوليو بنحتفل في ايام مجيدة في ثورات الشعب المصري وانجازات وتضحيات الشعب المصري روح من عندك من ثورة 19 قبل ثورة 19 روح 15 مايو 1905 عندما قرر شعب المصري اختار حكمه 13 مايو 1805 يوم وطني من ايام الوطنية المصرية ومازلنا حتى هذه اللحظة نحتفل بكل من ضحى ونستدعي من التاريخ ما يعيننا على تقبل كل التحديات كل التحديات اليوم شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي ابنائه رجال الشرطة المصرية احتفالهم بعيد الشرطة زي ما حضراتكم شايفين الرئيس في بيستعرض حرارة الشرف وبيضع اكليل من الظهور وبيستمع الى هذه الاحتفالية وبيلقي كلمة لكل المصريين بهذه المناسبة الرئيس بيؤكد وبيقول انه الارهاب لانه لما اتكلم على الشرطة لازم افتكر ارهاب المكان الحقيقي اللي فيه تضحيات واحنا بنواجه الارهاب هي الشرطة الرئيس بيقول الارهاب اصبح اداة صريحة لادارة الصراعات وتنفيذ المؤامرات الدول والاجهزة بتستخدم الارهاب والارهابيين لتنفيذ اجندات مؤامراتية ضد الدول ومن لا يؤمن بان هناك مؤامرات تحاك ضد البلدان والاوطان فهو بالتأكيد ليس غبي وانما جزء من هذه المؤامرة الرئيس بيتكلم بيقول وضعنا في مصر مستقر ده بيمثل تجسيد لارادة هذه الامة هذه الارادة التي وصفها الرئيس بانها ارادة صلبة النهاردة الرئيس بيقول انه بنحتفل بعيد الشرطة بنحتفل بانجازات هذه الهيئة بنحتفل وبنقدر تأحديات وتضحيات هؤلاء الرجال النهاردة الرئيس القى كلمة كانت شاملة جامعة وهو يقول بانه هناك الكثير من الانجازات اللي تحققت من خلال رجال الشرطة في الزود عن ارضنا وعرضنا والحفاظ على الامن والامان وهذه الحالة الامنية المستقرة والمستتبة نتيجة وعي ويقصت رجال الشرطة الرئيس كان بيحيي هؤلاء اليوم وبيشاركهم احتفالهم هذا الاحتفال الرائع اللي شفنا فيه تعريجا سريعا ومرورا سريعا على انجازات بارقام ارقام ضخمة من انجازات الشرطة فاكر عدد القضايا وكميات المخدرات وعدد الاسلحة اللي تم ضبطها وعدد المصانع السلاح اللي تم ضبطها وعدد البؤر الاجرامية اللي تم ضبطها عدد العبوات اللي تم ابطال مفعولها عدد القضايا التموينية وقضايا سرقة الطيار الكهرابي قضايا التهرب الضريبي قضايا القتل قضايا النشل قضايا السرقة قضايا الخطف كل هذه القضايا تنفيذ الاحكام كل ده نتيجة عمل شرطي منسق على اعلى مستوى ده كان النهاردة يوم بيقدم فيه رجال الشرطة الشكر للشعب المصري والشرطة بتقدم شكرها للشعب واحد واحد والشعب بيبادل الشرطة في عيدهم بيقول لهم كل سنة طيبين النهاردة شفنا في كل مكان رجال الشرطة بيقدموا الورود للمواطنين والمواطنين بيقدموا الورود لرجال الشرطة في هذا اليوم بيثبت الشعب المصري انه اصيل وبتثبت الشرطة المصرية انها بنت اصول الشرطة ملك للشعب الشرطة ملك للشعب الجيش ملك للشعب الدولة عبارة عن جيش وشرطة وبرلمان وحكومة وناس وأرض وهوى هي دي دولتنا احنا بنعيش لحظة فارقة بنعيش تحديات بنعيش مؤامرات بنعيش وسط خونا نعم لكن نحن قادرون نعم نحن قادرون على مجابهة كل هذه التحديات والانتصار والخروج دون انكسار نعم قادرون طالما بقينا في لحمة وطنية واحدة دخن المعيار ده التحدي الحقيقي ده التحدي الحقيقي اللي احنا بنواجهه